اخبار نادي زمالك كلام وكان فيه مصدر مقرب طبعا من زيزو اكد المنتدى ان زيزو لم يتحدث مع اي شخص بخصوص رحيله من نادي زمالك واللعب يحتلم تعاقده مع نادي زمالك حتى عشرين خمسة وعشرين بس اجيل لو جدك كلمني على ارض الواقع لعب حجم وقيمة احمد سيد زيزو يعني انت لو سألتيني بعيدة عن المكان ده وبعيدة عن الكرة اقولك لا انا شايف زيزو ممكن يطلع يبقى عنده تجربة احترافية جميلة لانه لعب ممكن من اللعبة المميزين الفيل ستايل الاوروبي اللي هو يبقى يقدم حاجة تفيد القرى المصرية كمان سيف الجزيري في زمالك بيمدد عقده سنة اضافية ده كلام ممكن برضه منه لو في حالة تمديد عقد سيف الجزيرة حتى خمسة وعشرين اعتقدت حاجة من حاجات المميزة جدا وكمان كان فيه كلام على اه ان سيف فرق جعفر خلاص هيمدي ويوقع لنادي زمالك والجزيرة كمان من اللعبة كان جيه من الملعب القبسي بالتونسي ثم نادي الطنطة ثم المقاول العرب ثم التواهج الى نادي الزمالك كمان دي كانت امور بالنسبة لنا مهمة جدا بالنسبة لأهل وزمالك وتكلمنا على المصر برسعيدي وتكلمنا على يعني المباراته اللي جاية مع نادي فيوتشر في كاس الرابطس وبعدها بربعة ايام ان شاء الله في العيد الاضحى يعني مع نادي فيوتشر ايضا في الدوري اعطاك دي حاجات ضمن مباريات لما يبقى فرقة في تلعب زي ما كان من ام بي مع فيوتشر ماتش في كاس مصر ماتش في الدوري العام توقع برضو يعني فيها هدك وفيها تفكير من المدرين الفانيين الاثنين هيقابل ده ازاي في مباراة فاصلة ممكن يصرفها لنهاء الربطة والمبارات التانية في الدوري العام المصري هو ده الدوري المعاصر هي دي يعني ميجة كرد القدم المصرية في الفترة الاخيرة الجزيري اه كابتن احمد حساميدو يعني في تويتا ازا مالك مدد عقد الجزيري لمدة موسم اه عقد اضافي والمسلوف سيف جعفر في الطريق للتجديد ان شاء الله سنتعاقد مع اللعبين في المراكز سنتعاقد مع اللعبين بالمراكز بالموصفات التي طلبها اوزيريو هناك مفاوضات متقدمة بالفعل مع عدم من اللعبين وان شاء الله يكون اضافة قوية للفريق مع عودة المعارين اول مهمة بعد غلق باب الانتقالات للتجديد لصبحي وفتوح اللي هو برضو طبعا يعني محمود علاء طبعا عودته مرة اخرى طبعا اضافة كبيرة جدا لنادي الزمالك اشتركوا في القناة